بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم إذن فكما هو معلوم ومع الاستخدام المتقرر للحاسوب فإنه يتم إنشاء بعض الملفات والمجلدات الفارغة على الحاسوب والتي لا فائدة منها فهي فقط تحجز مساحة على جهازك وبالتالي وجب إيجاد طريقة لإزالة وحدف هذه الملفات الفارغة من أجل تخفيف الضغط عن الحاسوب وتسريعه بطبيعة الحال ولو بنسبة بسيطة إذن فكيف يمكنك فعل ذلك؟ هذا ما أشرحه في هذه الحلقة إن شاء الله من خلال بوريميج مجاني وصغير سنقوم بتحميله من موقعه الرسمي رابط التحميل كالعادة تجده في وصف الحلقة على اليوتيوب وأيضا في التدوين على موقع مشروح إذن بعد الدخول إلى هذا الموقع فقد تنزل قليلا إلى الأسفل ثم تجد عندك هنا روابط تحميل البرنامج بعدة نسخ الأفضل أن تختار الرابط الأول ثم تضغط هنا على أحد هذين الرابطين فقط لتحميله وبعد تحميل وتثبيت البرنامج بالطريقة العادية سوف تحصل على إيقونة على هذا الشكل نقوم بفتح البرنامج ثم كما تلاحظون وجهة البرنامج بسيطة للغاية فقط من هنا بالضغط على براوز تختار البرتشن أو المجلد الذي ترغب في إجراء فحص له يفضل اختيار البرتشنات بدل مجلد معين اختار البرتشن مثلا إما الـ C أو D أو E أو أي بارتشن آخر نختار مثلا البرتشن C في حالة T ثم أضغط على OK بعد ذلك فقط بعد اختيار البرتشن الذي ترغب في إجراء فحص له لتحديد الملفات الفارغة وإزالتها تضغط هنا على Scan Folders وكما تلاحظون فقد بدأت عملية فحص البرتشن C لتحديد الملفات والمجلدات الفارغة المتواجدة على هذا البرتشن نتركه إلى أن تنتهي هذه العملية بطبيعة الحال مدة هذه العملية تختلف من بارتشن إلى آخر فهي مرتبطة بالضبط بحجم البرتشن المراد إجراء فحص له إذن ننتظر غيثما تنتهي العملية وكما تلاحظون فقد انتهت عملية الفحص بالفعل كل ما عليك فعله بعد الانتهاء من عملية الفحص هو الضغط هنا على Delete Folders كما تلاحظون يتم الآن حدف كل الملفات والمجلدات الفارغة المتواجدة على جهازي وعلى البرتشن C بالضبط لأنه هو البرتشن الذي اختصته بطبيعة الحال بعد أن تقوم بهذه العملية على Partition C مثلا يمكنك أيضا انتقال إلى Partition آخر D أو غيره من البارتشنات أو الأقصى المتواجدة على جهازك إذن ننتظر غيثما تنتهي عملية الإزالة إذن انتهت العملية على جهازي أنا الآن بالفعل وقد تم حدف 365 مجلد أو ملف فارغ كما تلاحظون هنا يعطيني النتيجة إذن نضغط على Exit كان هذا كل شيء في هذه الحلقة إن أعجبتك فتفضل مشكورا بمشاركتها نشر للمعرفة ودعما أيضا لمشروح وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة مشروح الأولى وكذلك القناة الثانية للبقاء على الطلاع بجديد القناتين ثم الانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الفيسبوك ثم زيارة موقع مشروح للبقاء على الطلاع بجديد الحلقات والمقالات اليومية شكرا